وإلى الشأن العراقي المحلي ومدى تأثره بالمتغير الإقليمي كشف القيادي في اتلاف دولة القانون عصام شاكر عن اعتماد مبدأ لا غالب ولا مغلوب في إدارة محافظة ديالة وأقال أن اتلافه يعتمد على هذا المبدأ في ديالة باعتبارها محافظة تتألف من قوميات وأطياف متعددة مما يجعل المشاركة في القرار ضرورة لخلق ويام وطمأنينة وتلافي أي إشكاليات أو أزمات وأضاف النديالة لا يمكن إدارتها إلا من خلال مبدأ الشراكة الوطنية التي تعتمد على خيارات التوافق والمضي في تحقيق مشاريع الإعمار مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حل أي إشكالية تظهر مع تأكيد رسالة دعم الحكومة المحلية في تنفيذ أهدافها سواء على الصعيد الخدمي أو الأمني أو مكافحة الفساد